حابة أسألت اليوم انتشرته هواية من الأشياء والحميات الغذائية وكل إنسان إلى فدوجهة نظر كل إنسان يعلمت على شيء إحنا هذه المخاطر على جسمنا شون تكون؟ هل هي الفكرة أنه فعلاً فيه فيه حميات كتير حالياً مدرجة من قبل كانت الحميات غير مدروسة يعني مثلاً كانوا يقولوا أنه فيه حمية حليب أو فيه حمية طفع هلا حالياً إحنا بهذا العصر فيه عنا أمراض عصرية مزمنة مثل مثلاً السكري أو البداني طبعاً هاي الأمراض ما إلى حل دوائي أو علاجي جزري فهذا الشيء دفع الخبراء لأنه يحاولوا يلاقوا حميات تكون حميات تغذوية علاجية تشكل يعني حل متكامل مع الدواء بحيث أنه باتباعها مع المواظبة على الدواء بيقدر الإنسان يحصل على نظام حياة صحة طبعاً في حميات رائجة هلأ حالياً أكتر من حميات يعني أحنا نشوف بهاي الفترة الأخيرة انتشرت حمية الكيتو اللي هي بشكل واسع الكل صار واحد يقلد الثاني بهاي الحمية حمية فاضتني أخذها أنت أريد أعرف شنو يعني فوائدها وأضرارها يعني تحشين عليها بشكل مفصل أكثر لأنه هواية من الناس ما فاهمين شنو يعني كيتو صحيح هلا الكيتو أول شي يعني نحكي نحن أنه منين جاي التسمي هي جاي من تسميك الكيتونات الكيتونات هي مش كربوهيدرات ولا بروتينات ولا دهون وإنما هي يعتبر ميكس خليط إلو خواص تشبه خواص الدهون والكربوهيدرات من ناحية أنه هي ممكن تكون وقود للجسم الجسم بيحصل علي من تحليل الدهون الموجودة بالكبت كيف بيصير؟ بيصير لما أنا بتبحني منخفضة الكربوهيدرات كتير أو بيمتني عن الطعام الجسم بيتحول للدهون الموجودة بالكبت بيحللها وبينتج للكيتونات هلا الكيتونات هي تعتبر وقود أو يعني بديل للجسم بيلجأ لها لما نحن بنحرمه من الكلوكوز أو من السكر السريع اللي هي للأسف موجود حاليا بكترة يعني أكثر من 70% من المواد الغذائية اللي نحن نتناولها فيها سكريات بسيطة كلوكوز هلا هي ما أنا مفيدة للجسم سكريات بسيطة من هون بتجي فائدة الكيتو إنه هو بيعدل دخول الكربوهيدرات بيعدل نسبة الكربوهيدرات الموجودة بالجسم بيخفضها يعني إحنا بدل ما نعتمد على 65% وصير ما نعتمد على 10% إلى 20% من الكربوهيدرات بس طبعا إلو جوانب تاني يعني إلو فوائد وإلو أضرار أكيد طيب الإنسان شون ممكن يعرف يتبع حمية غذائية أنه هي توالم جسمه شون ممكن نقدر نعرف هذا الشي هلا هون حسب الجسم حسب إذا هو بيعاني من أمراض معينة مثلا الأشخاص اللي عندهم كتلة عضلية ضعيفة ما بصير يتبعوا حمية صيام متقطع كمان الصيام المتقطع حمي إلى أغلى فوائده وإلى أضراره إذا كان شخص عنده حصى بالكلة أو عنده تجفاف ما بصير يتبع كي يعني هاي الأمراض ممنوعة على اللي يسوي حمية غذائية طبعا هاي ممنوعة وكمان مثلا نحن نسميهم فئات عمرية حساسية أو فئات مجتمعية حساسية مثل المرأة الحامل أو المرأة المرضع أو المسنين هذا ما بصير يتبعوا هيك حميات هي حميات تعتبر نوعا ما قاسي وبحاجة لإرادي قوية المرأة الحامل ما بصير هلا نحن مع أنه نوازن بالغذاء مع الكيتو لما بيكون الكيتو هيلسي بحاول أنه قدر الإمكان نخفض من الكربوهيدرات بس أنا ماني مع الكيتو اللي ما بيحرم الجسم من الخضروات والفواكه إلا أضرار جسمي طب محتاج لكل نوع أي يعني أنا بالكيتو ما فيني أخذ بقول مثلا أو خضروات طب منين بتجيب فيتامين سي صح منين بتجيب بي كوملك ضروري أخذ مكمل غذائي لا بحاول اعتمد على الكيتو بأنه خفض كربوهيدرات وبحاول أن يدخل خضروات وفواكه ولكن بنسب متوازنة يعني أصحاب اليوم الأمراض المزمنة مثلا شو الحميات اللي يقدرون يتبعوها اللي تكون مناسبة لهم هون صراحة بتجي شطارة أخصائي التغذية بأنه يحط خطة غذائية علاجية تتناسب مع المريض مثلا إذا كان مريض مزمن إحنا منعتبر السكري هو مرض مزمن تمام فأنا لازم حط له حمي ممكن أنا خليه يتبع الكيتو ولكن ممكن الصيام المتقطع يكون إليه مناسب أكتر أفيد إليه أكتر طبعا لأنه وجود السكر الزائد بالجسم بيعمل ارتفاع نسبة أنسولين بالجسم بتصير الخلايا الموجودة بالجسم غير حساسة للأنسولين ارتفاع سكر ارتفاع أنسولين خلايا غير حساسة خلايا لا توجد فيها طاقة تعطي إنزار للدماغ إنه أنا ما عندي طاقة الدماغ بيضغط على البنكورياس إنه عطيني طاقة بيزيد إفراز الأنسولين هاي الحالي هون صرنا نحنا بالسكري نماط اثنين هون بهاي الحالي السيام المتقطع مفيد جدا مثلا أمراض القلب أو الأمراض اللي بيكون فيها مثلا أمراض الأوعية والشرائين اللي بيكون فيها ارتفاع كوليسترون سيء LDL كمان الصيام المتقطع بيحفز إفراز بيحفز عفوا استهلاك الجسم للدهون الموجودة بالأحشاء للدهون الموجودة بالأوعية بصير أنا عندي مستوى كوليسترون جيد صح طيب أكو كثير من الناس ما تعرف شون تستخدم الصيام المتقطع يعني هواية يعتبروا وجبة أو وجبتين باليوم ممكن تشرحي لهم عنه هو الصيام المتقطع صراحة له فوائد جدا جيدة حتى ببعض المطارح هو أفضل من الكيتو في خبراء بيجمعوا بين الكيتو والصيام المتقطع بس خطواتها شلون تكون؟ خطواتها هو في عدة أنظمة ولكن الأشهر فيها هو الصيام 16 ساعة وتناول الغذاء ضمن 8 ساعات بيكون ضمن وجبتين فقط طيب يصير وجبة واحدة؟ ممكن يصير وجبة واحدة هو مع المدة الطويلة يعني وقت الجسم بيتكيف مع النظام وبيمشي بيصير وجبة واحدة طيب اللي يسويه ماذا يشوف عليه فرق؟ شنو؟ مستحيل ما يكون عليه فرق إذا ما كان في فرق بالوزن ألا أول شيء بساعد أنه طيب هو لازم بس سؤال يلتزم بالأكل؟ يعني الوجبة الوحدة يكون ملتزم بيها؟ طبعا هو يعتبر امتناعن الطعام أو بالأحرى ضبط شهية الجسم لحتى يأكل ضمن هالفقرتين فقط مثلا أنا عندي وجبي لنفترض الساعة 12 الظهر ووجبي الساعة 7 المساء بعد السبع المساء ممنوع تناول أي طعام ممكن نتناول الماء هلأ في ناس بيسألوا فينا نشرب ماء ايه طبعا فينا نشرب سوائل فينا نشرب شاي أخضر هو بيشبه صيام رمضان صيام رمضان كتير مفيد لما نحن بنعرف كيف نصوم صح صيام المتقطع له فوائد كتير عديدة مثلا هو كتير بيحفز الالتهام الذاتي الالتهام الذاتي هو مثل عملية ريف ريش للجسم الجسم بيصير بيالتهم كل الأنسجي والخلايا وحتى الجينات المريضة اللي موجودة بالجسم هلأ فيه أمراض بتكون متوارسة بالجينات يعني ما سببه أبدا أنه نمط حياة غير صحية بيكون سببه أنه الجينات مضطربة الجسم يتناول هاي الجينات مثلا بيتخلص من الجذور الحرة اللي هي بتنتج من العمليات البيولوجية الجذور الحرة بتهاجم الخلية الصحية بتاكل البروتين والحمض الأميني اللي فيها وبتصير كمان خلية مريضة الالتهام الذاتي بيصلح الخلايا بيقضي على الجينات بكتير بيعدل هرمون مستوى هرمون الأنسولين بيخفض مستوى هرمون الأنسولين بيخفض مقاومته وبالتالي بيمنع الإصابة بالسكري أو بالبداني وبنفس الوقت بيزيد هرمون النمو البشرة اللي هو مفيد لجسم الإنسان مفيد للدماغ مفيد لصحة البشرة إذن يعني أصحاب الأمراض المزمنة يفضل أنه يتبعون صيام متقطع شوف الله سبحانه وتعالى ضافنا هذا الشهر حتى احنا نعالج جسمنا واحنا ما عدنا علم وما عدنا خبرة بأنه هذا شي صحي مع الأسف والعالم تتوجه أنه لا يعني شوفي أكلات بيجمعوها بشهر رمضان طريقة تناول الغذاء خلال شهر رمضان هي اللي بتنزع عملية الصيام نعم يعني نحن عقد ما نقوم بطريقة صحية عقد ما منتناول إفطارنا بطريقة صحية منحصل على جسم صحيح ومتوازن هو هذا الشيء المطلوب هو شهر فقط بأنه ننظف جسمنا من هاي السمو هاي الأشياء المضرة طيب أكو حميات هل يعني الظر ما تنفع احنا شفنا بتقرير بالبداية قبل ما تتواجدين ميانا أنه أكو حميات الظر الجسم متنفع هل هذا الشيء صحيح هلا الكيتو إلو مضار مثلا بسبب هشاشة عزام لأنه بيمنع كثير تناول الحليب والألبان وهي بيمنع تناول بقوليا في حميات مثلا كانت من فترات قبل أنه حمية البيض حمية البيض مثلا الشخص بجوز يكون عنده حساسية للبيض صح أو ممكن يكونش مثلا كانت تجي لعنا أشخاص على العيادات أنه بليز ما بدي أكل طون وسردين وسمك أنه ايه أوكي ما راح نطعمينك طون وسردين وسمك يعني في حميات بتخليك ترقز على أنواع أغزية معينة طيب جسمك ما بتناسب فيها طيب المريض القلب أنا كيف بدي أعمل له حمية طبيض ما هو مريض قلب صحيح هو معه عنده كوليستيرول العالي لا هي أكو حميات تزيد من الوزن يعني تضر ما تنفع ايه طبع وخصوصا وقتل بتكون الحمية فيها تقديد عالي أنه مثلا خلال هالشهر ممنوع ناكل طب أهو قديش بدي يتحمل صح هي هاي الممنوع بحد ذاتها تخلينا صير من مرهوب صح أول شي بينضرب المزاج أول شي يعني هو القدرة على التكيف مع الحمية هو هاي أول خطوة وأصعب خطوة فأول شي نحنا بيجي لعنا شخص مزاجه مضروب مزاجه معكر مثل إذا وقتل بننسوه مثلا منوقف عن القهوة طب أوكي هو شخص متعود كتير يشرب أول إجه عليه يوم أو يومين مؤادر يشرب بسيبه تعكر مزاجه بسيبه صداع صح فهون هاي المشكلة بحد ذاتها هاي المشكلة نحنا منواجها أكيد هما أصحاب الدايت آني إجتني فترة دخلت بحمية صعبة كلش يعني ماتشنت أأكل أشياء وأحرم نفسي يعني آني كلش من الناس اللي تحب تأكل حلويات وتشوكت فشتأمنع نفسي بالإجبار تشوفين أصعاب يعني الناس اللي حوالي ما قدروا يتعاملون يا أعصابي كلش تلفانة فهذا السبب يرجع للموضوع إيجابي إحنا لازم نعود نفسنا على كميات أقل شوية شوية بالتدريج إحنا منفضل التدريج يعني أي حمية كانت كيتو أو السيام المتقطع هي حميات مفيدة حاليا بالوقت الحالي ولكن إحنا لما منتبعها منحاول نمشي مع المريض خطوي خطوي بدل ما قلوه أنا متنع شهر كامل عن الحلويات أنا بعرف أنه بعد أسبوع رح ينزل على السوبر ماركت شو في حلة رح يشتري هذا شي طبيعي بنفسه رح يخرب وشهر كل اللي مشهر تماما فأنا شوية شوية بخفض الكربوهيدرات شوية شوية بخليه يتوازن يصير يميز بنفسه أنه هاي الأكل فيها حلو كتير لأ ما في داعي مثلا أنا بدي عشرة غرام سكر ما أنا بيحاجي لأكتر منهم نوع أو نوعين فواكه خلاص تمام بعدين بصير بخليه يتوازن أكتر لحتى يمشي على الصيام المتقطع هلأ الدمج بين الاثنين بخلينا نحصل على الفوائد ونحاول أنه ما يعني ما ناخد الأضرار عقد ما ناخد الفوائد طيب خلينا نتحدث عن المنحفات اللي دا ياخدوها البنات اللي دا نشوفها بالأوانا الأخيرة وأضرارها ودتمنعهم عن الأكل بصورة مو طبيعية لكن إلها مضار يعني ورا فترة احنا دا نشوف ضعف بالقلب احنا دا نشوف ضعف بالجسد ما تقدر تتحرك شعرها يوقع فهذه شنو ممكن أنه نعرف أكثر عنها هلأ شوف يا ست إذا كان المنحف هو مادي مسهلي ومليني فنحنا رح نقع بموضوع التجفاف التجفاف يعني نقص ماغنيزيوم وبوتاسم وسوديوم وهي المعادن جدا ضروري لعمل القلب أكيد أنا بصير عندي اضطراب بصير عندي مشكلة بخفقان القلب في ملينات أو مساهلات أو مواد ما بعرفني كيف بيستخدموها بالمواد الدوائية بتعمل على عدم تحلل الدهون بصير في اسهال دهني هذا مع الأيام بيسبب مشكلة بالأمعاء بتصير الأمعاء غير قادرة على تحليل الدهون أنزيمات الأمعاء اللي بتحليل الدهون تضعف فهذا على المدى البعيد رح يعمل له تساقط شعر ورح يعمل له اضطراب بالدورة الشهرية في أشخاص أول ما ياخدوا الدواء بعد أسبوع بتقول أنه صار في اضطراب بالدورة الشهرية يا أما أجد فجأة يا أما انقطعت فجأة هو أكيد يعني أضرار هاي المنحفات والمسمنات يعني هاي الموضوع كله اللي هو غير صحي الجسمنا مع مرور الوقت إذا هو ما أذاها صحي يأذيها بعد كم سنة إذا استمرت على هاي الطريقة من طريقة زيادة الوزن أو تقليل الوزن شو ما كان الدواء وقد ما كان المصرح فيه يقول لك من وزارة الصحة العالمية من الاف دي اي ما في دواء لحد هلأ بعالج البداني ما هو كل هاي الحميات يعني حاولوا يبتكروها الخبراء لأنه البداني صار يضاء عصر والسكري هو كمان ضاء عصري عصر يعني بسبب أنه عصرنا الحالي صار أنه فيه أكل نشويات وسكريات كتير وفيه حركة قليلة هلأ أجدادنا من قبل أيام زمان ما كانوا يعانوا من هاي الأمراض صح؟ يعني اللي كان يشتغل بالحقل أو اللي كان يشتغل بسيد السماك أو اللي كان يشتغل بقطع شجر ما كان يعاني حتى فيه تمارين رياضي أوقات بتشبه هاي الحركات حتى نحن ننحط تقصر أو ننحط معدي فهذا هو لأنه ضاء عصر وللأسف ما فيه دواء بيقدر يعالج المشكلة بشكل كامل فلهيك نحن عم نحاول نروح لحميات علاجية ومتكاملة طيب شن الحميات الغذائية اللي تستوجب وياها تكون رياضة أو أكو أشياء ما تستوجب رياضة يعني أريد الحميات لذين أعرفهم هلأ ما فيه شيء ما بيستوجب رياضة صراحة أي شيء بالوقت الطبيعي نحن لازم ندخل له رياضة هلأ نحن لما منقول رياضة ما بضروري نعني فيها رياضة عالية الكثافي وممكن تكون نصف ساعة ماشي ساعة ركض بايسيكل بلانك هاي العضاء هاي الجسم يتحرك تماما هاي التمارين بتحرك كل عضلات الجسم السكوات كتير مهم لجسم المرأة السكوات حتى الرجل أما الحميات اللي هي بتطلب الرياضة مثلا الصيام المتقطع لازم يكون فيه ممارسة الرياضة لازم ايه لأنه الجسم لما بينخفض مستوى السكر بروح للكليكوجين المخزن بالكبد بيخلص للكليكوجين المخزن بالكبد بروح للكليكوجين المخزن بالعضلات بيخلص للمخزن بالعضلات بروح للدهون الحشوية الموجودة بالجسم هلأ إذا كان فيه نسبة عضلات قليلة للأسف بيصير بحل العضلات بدل ما يحل الدهون صح فنحن لازم نركز أن يكون فيه كتلة عضلية جيدة موجودة في الجسم لازم يتزامن مع ممارسة تمارين ويازم ما شاء الله هو يعدنا أشياء في جسمنا تروح منا وتجي منا طبعاً نحن نلاحظ يعني بهالموضوع خصوصاً اللي هو يأثر على صحتنا بالمستقبل يجب إزارة أخصائي مو من يمنا نخلي حميات خاصة بنا ولا ناخذ حميات من غيرنا استفادوا عنها شكراً لك على كل المعلومات اللي قدمت لها اشتركوا في القناة